قبل ما نبدأ المسلسل صلى على النبي وحط لايك جميل زيك كده واستعد للجمادان اللي هتشوفه بتبدأ الاحداث بسيدة اعمال اسمها نينا متجوزة رسامة عالمي اسمه كريستين وكانوا عايشين في بيت غالي جدا المهم بيجاهزوا شنطهم لانهم طالعين رحلة لمدة اسبوع بس كانوا خايفين لحرام ابن حلال يدخل يقل بالبيت فبيستعينوا بشركة رعاية المنازل عشان يبعثوا شخص يعتني بالبيت فبيبعثوا واحد على الله حكايته اسمه تريفو وكان مصدوم من جمال البيت فقال لي نفسه ده انا كنت عايش في عشة فراخ المهم نينا فتحت له قال لها صباح الفلة مزمزين ميلا نيلا 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 ثانية واحدة مزمزين نينا قالت له عايزك تفتح عينك كويس المنطقة مليانة حرامية قال لها ما تقلقيش لو قفاش تحرامي هقسم بالنص لو قفاش تحرامي هكسر عظمه فقالت له تعالى فهمك ازاي تتعامل مع التكنولوجيا اللي في البيت وبنلاحظ ان في نحلة دخلت معاه المهم قالت له كل حاجة في البيت بتشتغل بالاشارة حتى الحنفية وهو مش بتاع الكلام ده اصلا ده مخ تخينه وما بيفهمش بيوصل الكلب بتاعهم وبيسلم عليه قال له بتعمل ايه يا كلب ايه ده ايه سلم عليها هو اطلقبط ما بين ايده والرجل ولا ايه عمز مزين عب والله قالت له نسيت اقول لك اسمه كوب كيك بلاش تقول له يا كلب عشان نفسيته بتتعب قال لها طب متصرحي بالحقيقة ما هو كلب فعلا كريستين قال له اهم حاجة اكله الاكل الموصف لي لانه لو اكل اكل مختلف للاسف هيجيله اسهال وبعدين نده على كوب كيك وقال له تعالى سلم على عمه قال له لا 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 سلمت عليه من دقيقة ده كان هيكل رجلي يا عم بعد شوية خبط زينة متعلقة كريستين قال له فتح ياعم الزينة دي سعرها تمانين الف جنيستر ليني قال له شوية الحبال الميدالدلة دي بتمانين الف فقال لي نفسه ياه دلوات شوقة عظمة محبوسة عشان الف جنيه دنيا عجيبة وبعدها بيحفظوا البصورد بتاع باب المكتب والمعلم ده عمال يقول له اوكي وهو مش فاهم حاجة فبيدخلوا المكتب وبيقول له في مخطوطات هنا بملايين لانها مكتوبة بالدهب الخالص قال له طول ما انا موجود ما تقلقش الدنيا امام نينا سألته اشتغلت في كام بيت بقى على كده قال لها بعون الله يا مزمزين ده اول بيت امسكه لاني جديد في الشركة قالت له ربنا يسطر انا مش متفقلة قال لها لا اله الا الله امسك العقل يا مزمزين انا اتحط في اي حتة سدي فيها قالت له صحيح نسيت اقول لك الكتاب ده دليل كامل هيعلمك ازاي تستخدم التكنولوجيا عشان لو نسيت حاجة حتى البصورد بتاع الباب موجود فيه فبتاخد البلطو بتاعها قال لها عنك يا مزمزين وبيوقع الكور بتاع الكلب قال لها توكل انت على الله وانا هلمها ما تقلقيش وبين علانينا انها خايفة منه المهم بيلم الكورة كلها وبيقفل باب المكتب وبيمشي فبنلاحظ وجود كورة منعت الباب انه يتقفل بعد شوية بيطلع كعكة من التلاجة وبيتصل على بنته مادي عشان يعرفها انه لقى شغل فبتوصل نحلة وبتقف على الكعكة قال لها هش من هنا هش واسناء ما كان بيطردها خبط التمثال بدون قصد كسر دماغه وقلبه كان هيوقف يا عين من الخوف يعني اللحبال المتعلقة دي بتمنين الف اما للتمثال هيبقى بكام فبيبحث عن سمغ عشان يلزقه بس الناس الدرج بيفتح ازاي بيبص في الدليل وبيكتشف انه بيفتح بالاشارة وبيفضل يشاور للصبح مفيش فايدة فبيدخل قضة كوب كيك يمكن يلاقي عنده سمغ بيحاول يفتح الدرج بالاشارة بس بيلاقي بيفتح عادي والحمد لله بيلاقي سمغ فبيلزق دماغ التمثال بيشوف ديله. فبيقرب منه بهدوء. لحد ما مسك الدماغ. بس الكلب كان عنيد. قال له سيب يا كلب يا ابن الكلب. واول ما سمعه بيشتم ابوه نفسيته تعبت يا عيني. قال له يا لا انا مش باشتمك. ده اسمك يا حبيبي. انت كلب فعلا. وبعدين زعلان ليه? ده انت عايش عيش انا مش عايشها. وبيلزق التمثال وبيحطه مكانه. واسناء ما كان بيستخدم الموبايل هرش في دماغه. واتفاجئ ان المطبخ اتفتح. فبيلاقي بسلة باللحمة. وطلبت معاه يأكل. بس التاسة كانت في الدرج. فبيقعد قدامه. وبيهرش في دماغه عشان يفتحه. وبينقل الكتاب على العين البعيدة عشان يستخدم العين اللي قدامه. المشكلة انه بيشغل العين اللي تحت الكتاب. ومش حاسس بالمصيبة اللي عملها. فبتيجي النحلة توقف على العلبة. واول ما شافها قال لها انا بلعب معاك ولا ايه? امشي من هنا بدل ما ديك بالشبشب على وشك. وبيقدر انه يحبسها في الكباية. وبيكمل تقليب في البسلة. لكن النحلة بتفضل تسحب الكباية. وصاحبنا ده تفاجئ انها طلعت منها. فبيكمل طبخ. بس بيلاحظ ان البسلة مسخنتش حتى. مش يشوف المشكلة فين? بالعكس بيعل النوع على الكتاب. في اللحظة دي الكلب بيشوف النحلة وبيطاردها. والمشكلة انه بيدخل المكتب. والباب بيتقفل عليهم. والمعلم ده اول ما شافه وكان هيتجنن. مش فاهم الكلب دخل هنا ازاي? وطبعا بصورد البف في الدليل. والدليل بيولع على البتجاز. فبيحاول يلحق اللي باقي منه. فبيقعد قدام الدرجة وبيهرش في قفاة عشان ياخد الجوينتي. وبعدين بيحطه في الحط وبيفضل يشاور للحنفية في كل الاتجاهات. لكن مفيش فايدة. فبيجيب ازازة من التلاجة وبيحل الموضوع. بس صفات الاوان والدليل ما فيهش حتة سليمة. فبيحاول يشغل دماغه ويشوف حل تاني للدخول. بس المشكلة لما بيشغل دماغه الدنيا بتبوز. فبيشوف النحلة قدامه وبيفهم انها السبب في دخول الكلب. وبتخلص الحلقة على المشهد ده. لايكك الجميل واهم حاجة تصلى على النبي. بتبدأ الاحداث وهو بيحاول يطلع الكلب باي شكل. وكل دقيقة الكلب بيتلف قصادها ملايين الدولارات. فبيجيب شاكوش وبيحاول يكسر الازاز. لكنه ضد الكسر والشاكوش بيطير وبيقطع اللوحة. تمانها نص مليون دولار. وهو على بعضه كده لو اتباع مش هيجيب الفين دولار. والمشكلة ان الكلب قطع الكتاب المطل بالدهب. ومن حسن الحظ بيفتكر البصورد. فبيطلع الكلب من المكتب. وبيقفل على نفسه عشان يستفرط بالنحلة. بس كانت مستخبية منه. لكن بيلاحظ ان القطع الموجود في اللوحة زاد. ولازم يحل المشكلة دي. فبيقلب الكنبة. وبيقص القماشة بتاعتها. وبيدهنها كاتشاب عشان يبقى لونها احمر. وبيحطها مكان القطع. وبعدين بينظف المكتب. وبيحاول يصلح اللي كابكك عمله. بعد كده بيدخل ينام بعد يوم متعب. لكن بنته ما اتصلت عليه. لان وعدها بالسفر خلال الاسبوع. قال لها هنأجل الموضوع. لاني مشغول الاسبوع ده. طلقت جيسي قالتلي قدامك اسبوع بالزبط. لو ما جيتش هنسافر احنا. قال لها هو انت بعد ما طلقتك مزعجة برضو. يلا قفل يا علية. مش نايس واجع دماغ. بعد كده بيفعل الوضع الليلي. وبدأ ينام. لكن بيتفاجئ بوجود النحلة تحت الباب. فبيقوم بهدوء عشان يديها بالشبشب. لكن اول ما فتح الباب الانذار اشتغل في البيت كله. وده لانه انفعل الوضع الليلي. وبتخلص الحلقة على المشهد ده. لايكك الجميل. واهم حاجة صلة على النبي. بتبدأ الاحداث بعد مجهز الانذار اشتغل. فخاف وقفل الباب. ودخل يكمل نوم. وفي تاني يوم بيطلع علبة زبادة يفطر بيها. بس كان محتاج معلقة. فبيقعد قدام درج المعالق. وبيهرش في قفاء. وبعد شوية النحلة بتيجي تزاوله تاني. قال لها احنا اصطباحنا على الصبح. بعد شوية النحلة بتغفله. وبتدخل في البنطلون. وكان واقف مبسوط ومش حاسس بحاجة. في الوقت ده زابط المنطقة وصل اسمه ماكس. قال له سمعت صوت الانذار اشتغل بالليل. في مشكلة ولا حاجة? قال له لا يا باشا مفيش. ده ده اه. لمؤاخذة بس حاسس بحاجة ماشي على جسمي. قال له انا هكتب انذار بالله حصل. في الوقت ده النحلة وصلت للمنطقة الحساسة. وصاحبنا ده بيحاول يبانه انه طبيعي لكن غصب عنه مش قادر يمسك نفسه. قال له ما لك يا استاز ما طوع في عيدل. اهو يا سيدة ديني وقفت عيدل. اه اه يا بتل. طب اشوفك وقت تاني يا باشا عشان معا مشكلة. بعد كده بيربط رجل البنطلون. وبيقلعوا احكام عشان ما تخرجش منه. وبعدين بيدبسوا زيادة امان. ده مخشق يا باشا وما لانت فاكر ايه? واخيرا قفش النحلة في البنطلون. بعد كده بيشوف النحلة قال لها هش من هنا ايه ده? جات من اين دي? يا واقع عبيدة يا ولاد لتكون هي. بيتفاجئ انه نسي يقفل السستة. قال لها يا نا يا انت في البدة. وكرر يعمل مصيادة عشان يمسكها. فبيحط زبدة فول سوداني في المايكرويف بحيس اول ما تدخل? يقفل عليها. وبيستنى اللحظة المناسبة. وفعلا اول ما دخلت قفل عليها. في الوقت ده نينا اتصلت عشان تطمن. قال لها كل شيء تحت السيطرة. كريستن قال له كابكيك عامل ايه? قال له ده كلبه محترم وبنناقل. لمواخزة في الشيتي ما مقصودش. كابكيك محترم وبنناقس. بيبحس عنه? اتفاجئ انه بيأكل زبدة الفول السوداني. ودي في حد ذاتها مشكلة? لانه هيجيله اسهال. نينا قالت له ملك وشك مكرمش كده ليه? كابكيك حصل له حاجة? قال لها لأ كويس وبيسلم عليك. وبيسبت وشه عشان تفهم ان المكالمة علقت. طب والله دماغه شغلها يا جدعاء. هاهاي. المهم بياخد الكلب يدخله مكانه. وقال لن احلى حسابك معي عسير. وكان هيشغل المايكرويف عشان يحرقها بس قلبه الطيب منعه. فقرر انه يطلعها من البيت وخلاص. وعشان يضمن انها ما تهربش بيخلع الجهاز بالكامل وبيطلع بفي الجنينة. والحمد لله بيتخلص منها. لكنها بتشوف البيت وبتتجه ناحيته تاني. والغلبان ده بيحاول يسبقها عشان يقفل الباب. لكنها بتدخل البيت في اخر لحظة. وبكده النحلة اصبحت جوه وهو اللي برا. قلبه الطيب ده والدف دهية. وبتخلص الحلقة على المشهد ده. قبل ما نبدأ الحلقة صلى على النبي. واللي ما حطش لايك يحط عشان ما عملش مشاكل مع حد. امين. بتبدأ الاحداث مع صاحبنا وهو بيحاول يدخل. بس المشكلة ان ابواب البيت بتتفتح من جوه بس. فبيحاول يدخل من فتحة الكلب. بس بيفهم انها بتتفتح من خلال الطق بتاع الكلب. فبيحاول يعمل انه كلب عشان يطلع يلعب معاه. لكن مفيش فايدة. هزق نفسه على الفاضي. وبيلاقي مفيش غير حل واحد بس. بيجيب قطة وبيحطها قدام فتحة الباب. وفعلا نجح انه يطلع الكلب من الفتحة. فخد الطق بتاعه. ولبسه عشان يدخل من خلالها. لكن الفتحة كانت دايقة جدا. وتزنق زنق اوحشة. وتفاجئ ان الكلب جاله اسهال. وملل ما كان ايس كريم. والقطة بتهرف في اتجاه الريفور. والكلب مش عايز يحلها. والغلبان ده مش شافر اللي بيحصل وراه. هو سامع بس. والكلب بدل ما يعضوا القطة بيعضوا بالغلط. وبيمسح الايس كريم بوشه. والريحة بقى ما اقول له كوش. تحفة. فبيقوم يمسح وشه. وبنلاحز ان الكلب عضه في رجله اليمين. مشوها رجله. فبياخد مضرب التنس. وبيحاول يقتل النحلة باي شكل. لكنها دخلت في فتحة التهوية. قال لها يا نا يا انت في البيت ده. وحاول يوصل لها. لكنه وقع من فوق. وجسمه اتماله باب. في الوقت ده الزابط ماكس وصل البيت. فبيلبس روبه وبيفتح له. وطبعا بيستغرب من شكله. قال له جالي بلغي ان فيه حرامية في المنطقة. انا جاي حزرك. خلي عينك في وسط راسك. قال له خلي عيني في وسط غصي ايه شايفني المسيح الدجال. اتكل على الله يا باشا ما تقلقش. وبتخلص الحلقة على المشهد ده. لايكك الجميل. واهم حاجة تصلى على النبي. بتبدأ الاحداث بعد ما تبهدل بالشكل ده. فدخل يستحمى عشان يهدأ اعصابه وشغل اغنيته المفضلة. الله يا فضحتي بيحميها بالمية لكن الازاز حميها. فبيلبس اي حاجة يسطر نفسه بيها. وطلع يشوف حل مع النحلة دي. بيشوفها واقفة على البيانو. وبيتسحب بهدوق نحيتها. واول ما جات اللحزة المناسبة قفل عليها البيانو. وبيعزف على البيانو عشان يقتلها. بس لما فتح اتفاجئ انها لسه عايشة. فبيجيب المكنسة والحمد لله بيشفطها. وبيفتح المكنسة وبيطلع الكيس منها. وبيفضل يضربها بعنف عشان يفعصها. بس ده مش كفاية. بيحط الكيس على الولعة عشان يتأكد انها ماتت. وكان في قمة السعادة وهو شايف الكيس بيولع. لكن من حظه النحس ان احلى ما دخلتش الكيس اصلا. وبتخلص الحلقة على المشهد ده. لايكك الجميل. واهم حاجة صلى على النبي. بتبدأ الحلقة بعد ما ولع في كيس المكنسة. واتطمن انها خلاص ماتت. واحتفالا باللحظة العالمية دي. طلع ازازة شامبانيا. وفضل يشرب لحد ما تعمل. تتوقعوا مين يوصل في اللحظة دي. لا مش النحلة يا ناصح. الحرامية وصلوا البيت. وعطلوا سيستم الامان. ودخلوا بكل سهولة. صاحبنا ده بيقوم يدخل الحمام. فبيلاحز ان السيستم مفتوح. لكن ولا في دماغه. واول ما دخل الحمام اتفاجئ بالنحلة قلع البنطلون. ووقف على القعدة بتعمل حمام. بيحاول يقتلها. لكن الشطف اشتغل في وشه. وشرب ميته. الشباب سمعوا صوته. واستخبوا قبل ما يحس بيهم. فطلع بسلكة البلاعة. وقال لها هتستخب مني. انا محدش يستخبى مني. اطلع بدل ما كسر البيت على دماغك. الشباب خدوا الكلام على نفسهم. وبين عليهم الخوف. ومش عارفين انه اخبى واحد في الدنيا. فبيدخلوا يستخبوا في المكتب. وطبعا المعلم ده على الله حكايته. انه حلكلت دماغه. واخر ما زهق دخل ينام. الشباب بيحاولوا يفتحوا باب المكتب. لكن لازم يتفتح من برة. وبتخلص الحلقة على المشهد ده. لايكك الجميل. واهم حاجة تصلى على النبي. بتبدأ الاحداث بعد ما صحيح من النوم. والجماعة دول مازالوا في المكتب. واول ما شافوا صاحبنا ده استخبوا على طول. في الوقت ده الزابط ماكس وصل. قال له فيه يا باشا. فبيقول له جايلك بخصوص العصابة. العربية بتاعتهم وقفة هنا قدام البيت. قال له لا ما شفتش حد منهم. يخافوا يدخلوا وانا موجود اصلا. بيبصوا وراه اتفاجئ بيهم. والحمد لله بيتقبض عليهم. بعد كده بينضى في البيت. وبيلاحز ان المنظف مكتوب علي انه خطر على الحيوانات. فبيكرر يستخدمه للقضاء على النحلة. وبيجمع كل المنظفات الموجودة. وبيجهز بهم فخل النحلة. بيحط زبدة فل سوداني في مغزن الكلب. والكلب بيدخل المغزن بدون ما ياخد باله. واول ما النحلة وصلت قفل عليها. وبيفتح عليهم المنظفات. وما عندوش علم ان الكلب جوه. بعد شوية بيفتح. بيلاقي ان نحلة فقدت وعيها. لكن اتفاجئ ان الكلب هو كمان فقد الوعي. قال له الله يخرب بيتك انت دخلت هنا ازاي? ابوز دي لك ام عاية. ما توقعش قلبي. في اللحزة دي نينا اتصلت عليه. قال لها كله تحت السيطرة ما تقلقيش. كريستن قال له جالي خبر ان عصابك تحمت البيت. قال له حصل يا باشا. بس موتهم من الضرب وسلمتهم للشرطة. ناني قالت له عايز اتطمن على قال لها بيلعب في الحديقة. قالت له حاتو حالا عايز اشوفه. فبيقول لها دقيقة واحدة. وبيفضل ينونى وفي هدنه ممكن يفوق. لكن ما فيش فايدة. فبيفتح الكاميرا وبيمثل انه بيتحرك. وبعدين بيحدفه على الارض. وبيقول له خد هنا خد هنا تعالى. وعتكسر حاجة. قال لها اتطمنت عليه. يلا مع السلامة. فقالت له جوزة انا مش متطمنة للشخص ده. والنحلة اللي كان مغمى عليها بدأت فوق. فبطره هي دايخة وبتقع في الجاكت بتاعه. وهو بياخد عشان يلحقه في اي عيادة بيطارية. وبيحطه في عربية تمنها اتنين مليون دولار. وقبل ما يمشي بيرجع ياخد الجاكت بتاعه. وبتخلص الحلقة على المشهد ده. لايكك الجميل واهم حاجة صلى على النبي. بتبدأ الاحداث وهو واخد الكلب للعيادة. فبياخد عجلة وراء عشان يوسع لنفسه وياريته مخد. المهم بيتجه للعيادة عشان يلحق الغالبان ده. لكنه تفاجئ بالنحلة موجودة. قال لها والله يلديك بالجذب. وبيفضل يتخانق معها وكان هيعمل حادثة بسببها. قال له فتح يا عمى. مش هيفني بتخانق مع النحلة. وبعدين بيحبسها في الطفاية. وبيوصل العيادة بالسلامة. والحمد لله بيعالج الكلب. وصحته تحسنت. بعد كده بيدخل العربية وبيقفل على نفسه عشان يستفرط بيها. لكن بيفتح الطفاية مش بيلاقيها. فبيسمع صوتها جوة العربية. وبيعمل المستحيل عشان يوصل لها. وبعد ده كله هربت منه برضو. فبيحس بحجم المصيبة اللي عملها بسبب النحلة. واسناء ما كان بيعيط بيشوف النحلة واقفة على رجله. بيدربها بالحديدة وبيكسر عظم رجله. وبعد معاناة بيكرر يستسلم لان غالبا كده مستقبله ضع بعض اللي عمله. والنحلة مش عايزة تسيبه. قالت له بحبك يا جادع في ايه? فبيبحث عن السبب اللي مخلي النحلة بتطرده طول الوقت. وبيفهم ان الاناس بتطرد الزكور من الخلية. وبالتالي بيعيشوا لوحدهم لحد ما يموتوا. وبيفهم ان ده زكر وانطرد من الخلية بتاعته. فبيقول له ان انت مش قادر على النسوان اللي عندك في الخلية. هتيجي تقريف نانا. بعد كده بحس عن كيفية صنع كنبلة. وبيجيب بيت نحل. وبيحط في نص الجنينة. وبيحط عسل عشان يستدرجها وتدخل البيت. وتحت البيت بيحط المتفجرات عشان يفرتكها. وبتخلص الحلقة على المشهد ده. تفكره هيموتها? ولا هو اللي هيموت بحسرته? هنشوف في الحلقة الاخيرة. لايكك الجميل. واهم حاجة صلى على النبي. بتبدأ الاحداث بعد ما نصب الفخ. واول ما النحلة دخلت فجر الكمبلة فيها. والمفاجأ ان النحلة ما زالت عايشة وهو اتصدم صدمة حياته. والبيت نزل من فوق على الكلب يا عيني. مش يهدى ويسكت بقى. بيجيب قلة اشعال. وبيدخل وراها البيت. وبيولع في المكان باللي فيه. في الوقت ده نينا وجوزها وصلوا. اتفاجأوا بشقة عمرهم بيولع قدام عينيهم. وبعد كل ده النحلة ما زالت عايشة. قال لهم بتتفرجوا على ايه? امسكوها. وطبعا اتقابض عليه. والقاضي حكم عليه بتلات سنين سجن. وبنته يعيني كانت حزينة عليه. بنشوف كريستن بيتكلم مع مندوب شركة التأمين. وبنفهم انه مؤمن على الحاجات القيمة اللي عنده. المندوب قال له هنعوضك عن اللي حصل بتسعة مليون دولار. بتعد الايام وبنشوف تريفور قاعد بيكل في السجن. وبيلاحز ان الحرامية اللي كانوا عنده في البيت موجودين معاه في السجن. بيسمعهم بيقولوا ان دفع لهم فلوس عشان يسرقوا اللوحات من بيته. وكانت لوحات مزيفة ومفهم الناس انها غالية. وده عشان يبعد حرامية يسرقوها وياخد قصادها تعود كبير من شركة التأمين. فبيتصل بالزابط ماكس وبيحكي له اللي سمعه. وبالليل كريستين كان عامل حفلة في بيته. وحطت لوحات مزيفة. وبيقول الناس انها بملايين الدولارات. فبتوصل الشرطة. وبيقبضوا على ابتهمة النظب. وبيشهد عليه واحد من الحرامية. وبالتالة ريفور بيطلع. وكريستين بيدخل السجن مكانه. ومش مصدق ان الغابي ده هو اللي كشف سره. وبنته كانت في قمة السعادة لانه طلع. بعد كده شركة التأمين بتكرمه. وبيطلع عليه سمعة انه اسكى شخص في المدينة. بعد كام يوم بياخد بنته يفسحها. وكان مستمتع بالجو والدنيا جميلة. فبتيجي نفس النحلة وبتوقف على الاكل بتاعه. فقال لنفسه هي سنة بيضة مش هتعدي. وكان هيقتلها. بس رجع في كلامه. قال لها خدي كولي مش خسارة فيك. مبسوطة? قالت له شكرا لادبك. قال لها ادب اه. طب شوف قلة الادب بقى. وفضل يطردها في كل مكان على امل انه يقتلها. وبيخلص المسلسل على المشهد ده الجزء التاني لسه منزلش. لما ينزل هلخصه. واهم حاجة ندعي لاخوتنا في فلسطين والسودان. اشوفكم الفيلم الجاي.